السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفات في ظلال الآيات منزلت الاستعاذة وأثرها الاستعاذة مظهر من مظاهر التوحيد الاستعاذة نوع من أنواع العبادات القولية التي يجب أن تُصرف لله وحده دون ما سواه من المخلوقين تحقيقاً لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ولا ينبغي الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يستعاذ بأحد من خلقه بل هو يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذه من شره وقد أمر الله نبيه بالاستعاذة به دون ما سواه في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وفي قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين بإسم الرب والملك والإله وجاءت الربوبية فيهما مضافح إلى الفلق وإلى الناس ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة وكلما كان توحيد المسلم أكمل كان حفظ الله له أتم قال ابن القيم التوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء